السلام عليكم هلا شباب في هذا الفيديو سنشاهد كيف يمكن حذف حسابك في منصة كواي نهائيا الطريقة سهلة وبسيطة قبل البدء في شرح الفيديو قناة معلومة فون قناة تهتم بالهواتف والتطبيقات إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة تكرما أرجو عمل لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل جديد أقوم بتنزيل على هذه القناة ونتابع الفيديو أولا نذهب إلى التطبيق كواي بعد الضغط هنا على الملف الشخصي في الأسفل تظهر لنا هذه الإعدادات الآن تقوم بالضغط على الثلاث نقاط في الأعلى تندرج لك هذه الإعدادات نحن بصدد النقر على الإعدادات تقوم باختيار الإعدادات بعد ذلك بعد ظهور هذه الصفحة تقوم بالنقر على حماية الحساب كما تشاهد تظهر لنا هذه الصفحة في الأعلى حماية الحساب وفي أسفل الصفحة بلون باهد حثف الحساب كما تشاهد حثف الحساب هنا الآن تقوم بالضغط على حثف الحساب بعد النقر على حذف الحساب تظهر لنا هذه الصفحة هناك بعض المعلومات يجب قراءتها بدقة أول هذه المعلومات لا يمكن تسجيل الدخول إلى كواي سيتم حذف جميع البيانات المتعلقة بمتابعتك وإعجابك والتعليقات بمعنى إذا لم تقم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك على منصة كواي سوف يتم حذف الحساب بعد 30 يوم الآن نقوم بالموافق على الشروط في الأسفل كما تشاهد بعد ذلك نقوم بالنقر على تأكيد الآن تقوم باختيار سبب لمغادرة منصة كواي ولماذا أنت قمت بحذف الحساب تقوم باختيار أي سبب على سبيل المثال سبب آخر تقوم بكتابة أي شيء وبعد ذلك تقوم بالنقر على حذف حسابي تظهر لك هذه الشاشة الآن تقوم بالنقر على أعرف وأنا متأكد الآن بعد هذه الخطوات تم حذف حسابك نهائيا على منصة كواي لا تقوم بتسجيل الدخول مرة أخرى خلال 30 يوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته